مدينة تقليبية مرت بتاريخ عريق منذ العهد القديم المكان الذي تم اختياره من الفينيقيين الذين نجابونا في تلك الفترة كان في منطقة عبارة على شبه جزيرة بخيط بها البحر من ثلاثة جهات ويتوسطها الربع التي أقيم عليها القلع العسكرية التي أصبحت إثارية وأصبحنا نسميها حاليا للفترة وتلك المنطقة عرفت حذارها عارقة وتركت بصاماتها في العهد القديم من بوني روماني بيزنطي ثم في العهد الإسلامي ومع قدوم الفتحون في القناة السابع ميلادي تم تناسي تلك المنطقة الأولى ووقعت تحويل البناءات إلى الفضاء جديد يبعد عن البحر حوالي كمترين وهو المنطقة الموجودة فيها حاليا وهي منطقة ببلد وأول نواة الحياة الدينية ظهرت مع الجامع الكبير الذي كان يتبرع من عائلة آل ساموت وبالنسبة لهذا الجامع عرف مراحل متعددة فمن القرن السادس عشر عرفت تطورات سوى في البنائه في مساكيبه في شكل صومعته وهذا يتحدث عليه بصفة جالية المرهوم عبد الرحمن عبدالطيف وهذا الجامع كان في نواة الجملة للبلاد العربية وتسمع تحول المساكن وحتى دور دينية مثل للا الخضرة المناطية المختصة في طلبة عندما يأتون من كل مناطق البلاد يأتون لتعلم قراءة القرآن على نواة قالون عن نافع المدني ثم ومع انتداد المدينة وزيادة حجمها تم التفتيح في إيجاد جامع جديد هو الجامع الصغير الذي تم بنائه من عمر بن علي صاموت المرهوم وكان وقلنا نسميه اليوم الجامع الصغير نسبة إلى الجامع الكبير بالي هو النواة الأولى مساجد قليبي أيام الدولة الحسينية الجامع الكبير ومقبر ثلثة موت إن هذا الجامع أسس في العد الحفصي بعد ظهور بلد قليبي للوجود وكان إلى أواء القرن الثامن عشر صغيرا يجتمل على ثلاث مسكبات من الشرق إلى الغرب وعلى أربع من الشمال إلى جنوب والصواناته حتى الآن صخرية مستديرة ويجتمل على صحن صغير وصومعة كل الجميع من العادة الحفصي وقد وسع هذا الجامع إلى الشمال بثلاث مساكن الأبر الحاج عمر بن الحاج علي صاموت من مالي الخاص وتم ذلك في أواصل قرن الثاني عشر الهجر وكذلك أسس هذا الأبر الخير مسجد آل صاموت أي الجامع الصغير الذي سيأتي ذكر في المربع وفي سنة 1329 هجري وصعته إلى الشرق جمعية الأوقاف على نفقتها مع إعانات أهل الخير والبر من قليبيا فصار ذا سبع مسكبات من الشمال إلى الجنوب في خمس وكانت استوانات هذه الزيادة بناء ومربع عكس القديمة المذكورة وتقع هذه الزيادة الأخيرة على المقبرة الخاصة بآل صاموت ورممت في هذا التاريخ ميضته وأنشئ له الدكان الملاسق لها والمدخل الغربي الحالي بعد أن كان المدخل السابق واقعا تحت وسط الصوم مع نفسه وأهدث له أيضا بابان من الشمال وفي سنة 1943 سقطت عليه قنبلة فهدمت جانبه شمل ثم زيد في ارتفاع الصومعة ورممت وكسيت بالنقش الذي جددته جمعية الأوقاف حوالي سنة 1947 من مال أضرر الحرب بسم الله الرحمن الرحيم وبالله لثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشخاص سنين والحمد لله رب العالمين رب اسرح لصدري واسر لأمري واحل العقودة من نساني يفقه قولي أنا أخوكم معز بن رب مؤثر جامع الكبير منذ 2009 ومدتوع لإمامة 5 بصحبة بعد أخوة بيعة منذ 2013 مش نحكيكم مع الجامع الكبير في قليبيا أو كما يسمى جامع باب بلد اللي هو من أقدم جوامع في قليبيا ومن أعتقى الجوامع في قليبيا الجامع المالكي تم تأسيسه حسب المصادر اللي وسطنا ما عرفوش في العاد الحفصي أو في العاد الحسين حتى الشيخ محصر محميدة اللي هو كان آخر إمام خطيب في الجامع الكبير ما يعرفش بالضبط الدول الحفصي والدول الحسيني يعني بين قرن الثلطاش إلى قرن الثلطاش والله أعلم ثم ما شاء الله عدد لا بأس به من الأئمة سواء الأئمة الخمس أو أئمة الخطباء أو مؤدبين أو مؤدنين أو جميع إطار الدينية منهم شيخ محمود بن حميدة شيخ محمد بن حميدة شيخ محصر بن حميدة مؤدبين ما شاء الله عدد كبير برشا ما اسم الإمام الحالي هو الشيخ أنث الكوبجي نسبا من حراب من تجامع مروا عليه ثلثة محارب أصلا ومشي محراب باك محراب اللوك كان هناك كان يثبت هناك من تقويسها هذا الآن من حلثة ومشي محراب محراب الثانية أصلاح جاء حتى للآعصة الثانية أي مصري ثلثة أصلاح الأحلى أصلاح ومع او مروا وبعد كما تفسيعته واللي عنده محراب ثاني اللي كان فيه في عام ٢٠٦ ١٠٨٨ محراب حجري و بعد الثورة نحرت المحراب واللي هنا محراب خشب هذا والمحراب الاصلي اللي حالي هو هذا يعني البرط عليه كذا محراب تبسيعة الجامعة الثانية تمت هنا حتى هنا حتى الثانية تبسيعة الثلاثة بكل تمت موج هومونيكان وصل للجامعة لشكل رحالي كما تشوفو ثو حتى وفاق دكية بكل هنا وكما تحرط وكما تحرط عنده طبع معماري قديم عتيق يعني كترة كل عتيق مسكي شوما يعني العادية متى تخدو زلت تقفهم كل كبة وتقفهم فخامة وتقفهم فخامة كبيرة هنا البسطة التزامة هذا في القدم منتعه يعني هو مجامعة في ليبيا هذا تعليش بتاع الطريقة وهو مجامعة الوحيد المعمول بالزعب داكل هنا بالزعب بالنسبة للمنبر متى جامعة هذا كما تقول لها الحال شكل الحالي منبر اللوح مزين في 3 درجات قبل هو كان ثم منبر محجر السوق عام 1981 كان تويد قطن هذا وكان يوصل حتى الهناء كان قص الصف الاول الصفتيك معطي قص يوصل الهناء وكانت صلي الهناء و بعد ما تصليش و بعد صلي الهناء فلوس الهناء كان ما يسالوش كان تويل كانو سعط الهناء وذلك عليش بعد الثورة كسروه وردويل بطريقة كافية حتى ذلك المحرار اكتشفناه كاشي بعد ما وقعت تمحية المعب بالهجر عرفنا هنا لذلك هو المحرار الثاني متى جامعة بالنسبة لشابه بالنسبة لشابه بالنسبة لشابه بالنسبة لشابه بالنسبة لشابه بالنسبة لشابه كنا هنا حجرة معاه وكتوفها المنبر القديم أسس في 1980 إن شاء الله بعد رمضان فاهمنا مع الشرك اللي تعمل ذربية التاج وامع بس عملنا ذربية جديدة جامعة هذا نتنيه السمحة ياسر إن شاء الله تكون طلعت بهية اللي جامعة الكبيرة بساء الله وعملنا بعض عدة عيالات أخرى مثل المصاحف هنا مع القين بذلك اللوحة عملنا منهم برشب هنا ثم تم تعليق الجامعة السمحة بإلا حيثاك الحق يكل تعمل على الطريقة المعمرية الملكية التونسية كما تشوفوا الطريقة التونسية هنا مرية تونسية وتشوفوا الأقويس هناك ما أربع أقويس حتى ذيك أربع أقويس ومتظهر لك قدر من تجيب أنا عندي قريب العشرين أذان عملتكم من الجامعة ذا في مقامات مختلفة تونسية وشارقية وتركية كتوقت لكم إن شاء الله بشتنظركم في مقام مزموم مقام تونسي حر إن شاء الله بيتقادل منه منكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله حيّ على الصلاة 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 بليم حيّ على الصلاة حيّ где واضة لا إله إلا الله شكرا